وبعد ما كنا بنقول في الأيام اللي فاتت إن العشر بنود اللي موجودين في الاتفاق الحكومي الهولندي وكمان المطالب اللي بتطالب بها الحكومة الألمانية للتجديد على طالب اللجوء وترحيلهم بعد ما كنا بنقول إن البنود دي يستحيل تحقيق أي بند منهم أصبحنا دلوقتي ما بين ليلة وضحاها بنقول يطرى قد إيه عدد البنود اللي هيوافق عليها البرلمان الأوروبي يطرى هم تمانية من العشرة ولا تسعة من العشرة ولا كلهم وما فيش شك إن صعود الأحزاب اليمينية وتزايد شعبيتها في السنوات الأخيرة أحد أسبابه الفرعية خلينا أقولها بالطريقة دي هو اللجوء والهجرة غير الشرعية ولكن فيه سبب تاني يعتبر سبب رئيسي وفيه إزباتات تاريخية حصلت قبل مئة سنة أو أكتر حصل نفس الشيء ونفس الشعبية اللي زادت بتاعت الأحزاب اليمينية محدش قال لنا على السبب ده قبل كده والمفاجأة هتشوفها في الخريطة اللي قدامك دي إن أكتر ولايتين ألمانيتين كان فيهم عدد وفيات هم نفسهم اللي نجح فيهم اليمين المتطرف في الأيام الأخيرة باكتساح كل دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي ليها عدد معين من المقاعد داخل البرلمان الأوروبي واللي انتخاباته بيتم إجراءها كل خمس سنوات آخر انتخابات كانت في شهر ستة الفين أربعة وعشرين نصيب الأسد من المقاعد هو من نصيب ألمانيا عندها ستة وتسعين مقعد من إجمالي سبعمائة وعشرين مقعد داخل البرلمان الأوروبي بعدها بتيجي فرنسا بواحد وتمانين مقعد من السبعمائة وعشرين وبعدها بتيجي إيطاليا بستة وسبعين مقعد على عكس قبرص لكسنبورج وملطة عندهم أقل عدد من المقاعد اللي هو ست مقاعد بتيجي هنا هولندا بعدد 31 مقعد واللي الواحد ممكن يفكر العدد ده أليل جدا ولكن لو قارنت حجم هولندا بفرنسا وألمانيا وإيطاليا هتشوف أن فعلا 31 مقعد كتير جدا لهولندا وده بيعبر عن مدى قوتها داخل الاتحاد الأوروبي وزي ما القوانين في الدول الأوروبية بيتم تمريرها من خلال التصويت في البرلمان ومجلس الشيوخ دايما مجلس الشيوخ هو اللي بيحظى بالتصويت الأخير نفس الشيء موجود في البرلمان الأوروبي عندك 3 مؤسسات أوروبية المفوضية الأوروبية وعندك البرلمان الأوروبي وعندك اللي هو مجلس الحكومات الأوروبية اللي بيبقى فيه تمثيل من كل حكومة اللي هو الرئيس أو رئيس الوزراء المفوضية الأوروبية تيجي بقانون هي اللي بتقترح قانون او بتكتبه بعد كده لازم يوافق عليه اللي هو ايه المجلس بتاع رؤساء او رؤساء الوزراء الدول الاوروبية ده بمثابة البرلمان وهنا البرلمان الاوروبي تحديدا بيكون دوره زي مجلس الشيوخ بيحظى بالتصويت الاخير يعني بدون تصويته وموافقته لن يتم تمرير اي قانون داخل الاتحاد الاوروبي فيلا نشوف اخر نتيجة للانتخابات البرلمانية الاوروبية كانت عاملة ازاي هنبدأ بالمانيا زي ما انت في اي دولة اوروبية او حتى دولة عربية بتصوت على حزب معين عشان يكون ليه اعضاء داخل برلمان البلد ديت نفس الشيء موجود في الدول الاوروبية ولكن عشان يكون عند الحزب ده اعضاء في البرلمان الاوروبي من اجمال السبعمية وعشرين مقعد اللي انا قلتلك عليهم فالمانيا عندها ستة وتسعين مقعد مين الاحزاب اللي هتاخد المقعد ديت بيعتمد على التصويت في الانتخابات الاوروبية داخل المانيا زي ما انت شايف كده قدامك حزب الاتحاد المسيح الديمقراطي اللي كانت منه المستشارة الالمانية السابقة انجيلا ميركل فاز بتلاتين في المية من اللي جهه ورابعة مباشرة حزب الاف دي اللي هو البديل من اجل المانيا بنسبة تقريبا ستاشر في المية من الاصوات تاني اهم دولة معانا بواحد وثمانين مقعد داخل البرلمان الاوروبي هي فرنسا بتيجي بعد المانيا التصويت في الانتخابات البرلمانية الاوروبية داخل فرنسا الصيف اللي فات كانت النتيجة كالقادي الحزب الاول اللي واخد 31% فصل 37 ده اللي انت شايفه بيسمى بالتجمع الوطني وده بقيادة زعيمة اليمين المتطرف هناك ماريان لوبان ودية يعني زيها زي خيرت فيلدرز في هولندا اللي هو زعيم البي في في وزيها زي زعيم حزب الاف دي داخل المانيا بعد كده عندنا ايطاليا كثالث اهم دولة داخل البرلمان الاوروبي حزب الاف دي ال فاز بنسبة تقريبا 29% من الاصوات للانتخابات البرلمانية الاوروبية وده حزب جيورجيا ميلوني اللي هي زعيمة اليمين المتطرف هناك بعد كده بتيجي هولندا ب31 مقعد في الانتخابات الاخيرة للبرلمان الاوروبي داخل هولندا فاز اليسار المتحد بنسبة 21% من الاصوات ويجيه رقم اتنين الحزب اليميني حزب خيرت فيلدرز البي في في بنسبة تقريبا 17% من المقاعد الاحزاب في البرلمان الاوروبي زيها زي اي برلمان داخل دولة اوروبية ما بتشتغلش لوحدها ما فيش حزب بيقعد كده لوحده ولكن دايما لازم ينتمي لتكتل معين لمجموعة معينة من الاحزاب عشان يكون عندهم نوع من الاغلبية ويقدروا يشكلوا مجموعة ضغط داخل البرلمان الاوروبي اما لرفض قرار معين او لقبوله وده نفس الشيء الاحزاب الالمانية والايطالية والفرنسية والهولندية بجميع انتماءاتهم كل حزب بيروح يدور على تكتل معين عشان يدخل فيه زي ما انت عندك في هولندا على سبيل المثال في اربع احزاب اتجمعوا مع بعض وعملوا تكتل داخل البرلمان بقى عندهم اكتر من نصف المقاعد داخل البرلمان الهولندي وبنان عليه يقدروا يمرروا اي قانون ونفس الشيء موجود في المانيا ثلاث احزاب اتحدوا مع بعض اللي هو اللي برالي والاشتراكي والخضر ومشكلين اغلبية داخل البرلمان الالماني وهكذا يقدروا يمرروا القوانين اللي هم عايزينها تعال نشوف التكتلات داخل البرلمان الاوروبي كان شكلها ايه قبل الانتخابات الاخيرة واصبح شكلها وانتماءاتها ايه بعد الانتخابات الاخيرة عندك اول تكتل داخل البرلمان الاوروبي وده اكبر تكتل كان عنده قبل الانتخابات الاخيرة 187 مقعد وأصبح بعد الانتخابات الأخيرة 188 مقعد يعني زاد مقعد واحد اسمه الحزب الشعبي الأوروبي ده بيضم في الغالب الأحزاب زاد الانتماء المسيحي على سبيل المثال موجود في حزب المسيح الديمقراطي بتاع هولندا وموجود في كمان حزب الاتحاد المسيحي الهولندي وده زي ما قلنا أكبر تكتل موجود لأحزاب داخل البرلمان الأوروبي 188 مقعد من إجمال 720 يعني دول لو دعموا قرار معين يقدروا بكل بساطة أن هما يمرروا هذا القرار في المركز الثاني للتكتلات الموجودة داخل البرلمان الأوروبي عندنا ما يسمى بتكتل التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين عدد أعضاؤه قبل الانتخابات الأخيرة 148 أصبح بعد الانتخابات الأخيرة 136 بشكل عام الأحزاب اللي بتنتمي لهذا التكتل أو بتنضم إليه بيكون بيقولها اشتراكية على سبيل المثال حزب العمل الهولندي اللي هو البي في دي آ بينتمي لهذا التكتل رقم ثلاثة التكتل اللي بيسمى تجديد أوروبا والتكتل ده كان عنده 97 قبل الانتخابات الأخيرة وبعد الانتخابات أصبح 77 أنا هقولك ليه كل مرة بقولك أعداد المقاعد قبل وبعد الانتخابات هتعرف أهمية ده بعد شوي على أي حال تجديد أوروبا ده بيضم في الغالب الأحزاب اللي بيقولها لبرالية خد على سبيل المثال حزب الفيفي دي في هولندا اللي هو حزب رئيس الوزراء الأسبق مارك روتا وحزب ديلان حاليا الفيفي دي ومعاهم حزب الدي 60 واللي اتنين بيقولهم لبرالية إلى حد ما وكمان موضوع المناخ بيهمهم جدا تكتل الرابع اللي بعد كده تكتل الخضر أو ما يسمى بالتحالف الأوروبي الحر ده كان عدد المقاعد بتاعته داخل البرلمان الأوروبي قبل الانتخابات 67 أصبح بعد الانتخابات 53 مقعد الأحزاب الهولنديا اللي بتنضم لهذا التحالف حزب الخضر الهولندي وعندك حزب الخضر الألماني أي حاجة خضر مناخ بقى ومشانستعمل الوقود الإحفور ومشانلوس البيئة كل دي تبع الأحزاب الخضر بتنضم الرابع أهم وأكبر تكتل داخل البرلمان الأوروبي بعد كده رقم خمسة عندنا الهوية والديمقراطية كان عنده 76 قبل الانتخابات بعد الانتخابات الأخيرة أصبح 84 من الأحزاب اللي بتنضم للتكتل ده حزب خيرتفيلدرس ومعاه كمان حزب الفي دي الحزب السادس أو التكتل السادس البرلماني داخل البرلمان الأوروبي هو ما يسمى بالمحافظون والإصلاحيون الأوروبي كان 61 مقعد أصبح بعد الانتخابات 78 مقعد على سبيل المثال الأحزاب اللي بتنتمي إليه كان حزب الياء إنتفنت وده برضو يميني زيه زي حزب خيرتفيلدرس فتقدر تعتبر أني رقم 6 اللي هو المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون والهوية والديمقراطية اللي هو بيضم خيرتفيلدرس لتنين أعداد المقعد عندهم زادت في الانتخابات الأخيرة وبيضم الأحزاب اليميني لو دخلت على رقم 7 هتلاقي الكتلة اليسارية اللي بتضم الأحزاب اللي هي زاد انتماء وميول يسارية كان عندهم 39 مقعد وأصبح التكتل ده بعد الانتخابات الأخيرة 46 على سبيل المثال الأحزاب اللي بتنتمي لهذا التكتل اللي هو حزب من أجل الحيوانات في هولندا لو حسبت إجمال المقاعد اللي قلناها كلها هيتبقى عندنا حوالي 33 مقعد وده الأعضاء تم انتخابهم في بلدانهم لدخول البرلمان الأوروبي ولكن لا يفضلون الانتماء لأي تكتل من التكتلات اللي احنا قلناها سواء كان تكتل ديني أو لبرالي أو يميني أو غيره هم لا يفضلون ذلك ودخلين البرلمان الأوروبي 33 في الانتخابات الأخيرة بدون الدخول في أي تكتل زي ما شفنا مع بعض إن شعبية الأحزاب اليمينية في تزايد ولن يوقفها أحد السؤال اللي بيطرح نفسه اللي خلى الأحزاب ديت في دول زي فرنسا وإيطاليا تحتل المركز الأول في الانتخابات البرلمانية الأخيرة الأوروبية وتحتل المركز التاني في دولة زي هولندا وألمانيا أضف إلى ذلك إن الحكومة اللي موجودة في إيطاليا أساسا هي حكومة يمينية واللي موجودة في هولندا أساسا حكومة يمينية ولو قارنت الكلام ده قبل خمس ست سنين ما كانش فيه الشعبية دي اللي بيحاول بعض الناس إن هم يقولوا إن السبب الرئيسي هو اللجوء والهجر غير الشرعية والكلام ده كلام غير دقيق تعال نشوف مع بعض ليه في الدول الأوروبية في السنوات الأخيرة وتحديدا منذ ظهور كورونا بدأت شريحة كبيرة من الناس يعني طرفوا تدخل الحكومة في شؤونهم بالشكل ده وبنتكلم هنا تحديدا على الإجراءات الخاصة بالكورونا على سبيل المثال فرض ارتداء الكمامة لسنة أو أكثر ناس كتير هتقولك دي كمامة كلب الحكومة عمالت تحكم فينا وبيستغلوا الوباء ده وبيهولوا الأمور عشان يسيطروا علينا أكتر والموضوع ده مش غريب ومش أول مرة يحصل لو رجعنا بالزمن أكتر من مئة سنة لورا سنة 1918 لما انتشرت الإنفلوانزة الأسبانية تم فرض ارتداء الكمامات على الناس في الولايات المتحدة الأمريكية وطلعت إشاعات وكلام يقول نفس الكلام اللي بتقالي النهاردة إن الفيروس ده مصطنع وهي حرب بيولوجية عشان الحكومات تسيطر على الناس تخيل ده كان سنة 1918 وطلع السياسيين في الوقت ده تحديدا سنة 1918 بدأوا يستغلوا الكلام اللي الناس بتقولوا ضد الإنفلوانزة عشان يحققوا مكاسب سياسية وبدأوا يأيدوا الرأي اللي بيقول إن ده حرب بيولوجية وإن الفيروس مصطنع نفس الشيء اللي عملوا بعض السياسيين سنة 1918 وقت الإنفلوانزة الإسبانية وبدأوا يستغلوا غضب الناس ده عشان يحققوا مكاسب سياسية نفس الشيء عملوا حزب البديل من أجل ألمانيا اللي هو الـ AFD وأكيد معاه حزب الـ PFF اللي هو حزب خيرت فيلدرز في هولندا لو خادنا ألمانيا على سبيل المثال هتلاقي حزب البديل من أجل ألمانيا اللي هو الـ AFD كان دايما بيسمي أزمة كورونا كان بيسموها كده في الإعلام ولكن حزب البديل كان بيقول عليها جنون كورونا وكان دايما مش معترف بكلمة اللقاح وبيحطها ما بين قوسين كده صغيرين وكان بيقول كمان أنها خدعة لرؤية إلى أي مدى يمكن للحكومات الزهاب في قمع الشعوب يعني بيقول أن الكورونا ده تجربة من الحكومات عشان تشوف قد إيه الشعوب هتستجيب للقمع اللي احنا بنفرضه عليهم ده بحسب زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا وقت أزمة الكورونا وعمرهم ما سدقوا الموضوع أكيد فيه عوامل تانية زودت غضب الناس وصخاتهم على الحكومات الأوروبية إلى جنب موضوع الكورونا على سبيل المثال موضوع اللجوء والهجرة غير الشرعية والملايين اللي دخلت في السنوات اللي فاتت ولكن فيه أبحاث هنا بتتكلم أن الوباء في بعض الأحيان وفي ظروف معينة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة غضب الشعوب وصخاته لأن الوباء لما بييجي بيجي مع القيود اللي احنا شفناها زي الإغلاق العام في شركات كتير خسرت الناس فضلت محبوسة في البيوت لفترات طويلة جدا حتى المشي بره كان ممنوع فيه عدد معامل المجموعات كان تقريبا ممنوع يمشي أكتر من ثلاثة أو أربعة مع بعض حاجة زي كده هو ده المقصود بالأبحاث اللي احنا بنتكلم عليها أن الوباء في ظروف معينة ممكن يؤدي إلى مضاعفة الغضب والدليل على ذلك أن في المناطق التي تأثرت بشدة بالإنفلوانزة الإسبانية سنة 1918 في ألمانيا كان الناس يميلون إلى التصويت لهتلر بعد أكثر من عشر سنوات 1918 فيه ناس تضررت كتير جدا في بعض المناطق من الإنفلوانزة الإسبانية نفس الناس دي بعد عشر سنين لما كان هتلر موجود في الانتخابات صوتوا للحزب بتاعه أو كانوا يميلون أكثر للتصويت لهذا الحزب فيه معلومة بقى مهمة تيجي بعد الموضوع ده ألمانيا فيها 16 مقاطعة مؤخرا تم إجراء انتخابات في مقاطعتين منهم المقاطعتين دول حزب البديل من أجل ألمانيا اللي هو اليميني اكتسح بالنسبة كبيرة جدا وشيء يعني مش عايز أقول كان غير متوقع ولكن لو بصت على الخريطة التانية دي هتلاقي إن الولايتين دول نفسهم كان فيهم أكبر عدد من الوفيات دونا عن ألمانيا كلها من الكورونا لاحظ هنا احنا بنقارن ما بين الولايات اللي حدث فيها إصابات وخسائر بشرية سنة 1918 بالإنفلوانزة الإسبانية نفس الولايات دي تصوطت أو كانوا يميلون للتصويت لهترلر أكتر من الولايات الأخرى ونفس الشيء بيحصل النهاردة بعد أكتر من 100 سنة أو 106 سنة تقريبا الولايات اللي حصل فيها تضرر من الوباء الأخير اللي هو كورونا نفس الولايات دي الناس بيتصوط فيها لحزب البديل من أجل ألمانيا اللي فيه وسائل إعلام كتيرة بتقارنوا بحزب هتلر بنجد الوقت للوضع داخل هولندا وألمانيا هولندا عندها حكومة جديدة وقعت اتفاق حكومة قبل شهرين أو ثلاثة والاتفاق ده المفروض بيطمحه لتنفيذ كل البنود اللي موجودة فيه عندك ألمانيا عندها حكومة بالفعل من ثلاث سنين ولكن اللي جد عندهم موضوع الهجوم بالسكين من قبل أحد طالب اللجوء المرفوضين والمفروض كان يترحل بلغارية من 2023 ولكن لم يتم ترحيله ولذلك هولندا وألمانيا الاتنين عايزين يشددوا على اللاجئين وقبول طلبات اللجوء وترحيل اللاجئين رئيس الوزراء الهولندي في أول زيارة لمقر الاتحاد الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية أكد على أن هولندا ستبقى داعم كبير للاتحاد الأوروبي ولكن في نفس الوقت عايزين يعملوا إجراءات وتعديلات وتغييرات على قوانين الهجرة والزراعة تعال نشوف البنود اللي موجودة داخل الاتفاق الحكوم الهولندي واللي بتتشابه إلى حد كبير جدا مع المطالب اللي طلعت بها الحكومة الألمانية بعد هجوم السكين الأخير أول بند في الاتفاق الحكوم الهولندي بند الانسحاب من سياسة الهجرة واللجوء الأوروبية اتنين وقف طلبات اللجوء وقف طلبات اللجوء اللي بتطالب بالحكومة الهولندية هو نفس البند اللي طالب بيه رئيس المعارضة الألمانية وقال إنه هو يريد إيقاف استقبال طالب اللجوء والأفغان كده عشان تشوف قد إيه في تشابه ما بين البلدية الاتفاق الحكوم الهولندي بيطالب كمان بالمزيد من عمليات التفتيش على الحدود ونفس الشيء بيطالب بيه في ألمانيا التدقيق أكثر في تطبيق اتفاقية دوبلين معناته إن طالب اللجوء طالما جالنا وعارفين إنه هو معدي على دولة أخرى لازم نسرع عملية ترحيله ولكن الموضوع ده اتضح قد إيه هو صعب خاصة في السنة أو السنة ونص الأخيرة لما إيطاليا أعلنت إن المية وعشرين ألف مكان اللي عندها لاستقبال طالب اللجوء امتلأ ولذلك امتنعت عن استقبال أي طالب اللجوء موجود داخل هولندا أو داخل أي دولة أوروبية على الرغم أنه عنده بصمة إيطاليا طيب إعادة المهاجرين إلى البلدان المجاورة ده في الاتفاق الحكوم الهولندي أيضا تقليص لم شمل الأسر تنفيذ ميساق الهجرة الأوروبي مع قواعد اللجوء وإجراءات القبول المشددة اتفاق اللجوء الأوروبي الجديد الحكومة الهولندية الجديدة كدف الاتفاق الخاص بها عايزين نطبق الاتفاق ده بكل حزفيره أنا كنت شرحته بالتفصيل في الفيديو اللي قدامك ده تقدر ترجع للقناة وتشوفه وتتفرج عليه عايزين كمان الحكومة الهولندية إجراءات صارمة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ونفس الشيء بيطالب بالسياسين داخل ألمانيا أيضا الحكومة الهولندية تريد اتفاقيات حول إعادة المهاجرين مع دول خارجي للاتحاد الأوروبي على سبيل المثال الكلام اللي سمعناه عن إعادة طالب اللجوء إلى سوريا إلى بعض المناطق التي يتم إعلانها أنها مناطق آمنة البند الأخير والعاشر استقبال المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال حاجة زي اللي بريطانيا حاولت تعملها أن هي تستقبل طالب اللجوء في رواندا ويعني يتحقق معاهم هناك الخطط ديت قبل شهر أو شهرين يعني قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية تحديدا كان كل الناس ومن ضمنهم أنا وشيء منطقة جدا نقول أن مستحيل يتم تحقيق العشر بنون الدول ليه؟ لأنهم بكل بساطة بيتعرضوا مع كل القوانين الأوروبية اللي جميع الدول الأوروبية موقع عليها لازم تستقبل لاجئين لازم توفر لطالب اللجوء الحاصلين على إقامات وخاصة الأطفال لم الشمل وبسرعة ولكن الأحداث الأخيرة اللي حصلت في ألمانيا وغيرت تفكير السياسيين وخاصة المعارضة داخل ألمانيا واللي بتطالب التشديد في التعامل مع اللاجئين وتشديد قوانين استقبال اللاجئين ده أول نقطة الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة اللي أنا شرحتها لك في الأول في أول الفيديو ده وقلت لك قد إيه لأحزاب اليمينية شعبيتها وعدد المقاعد اللي بتحصل عليها داخل البرلمان الأوروبي في تصاعد كل الأحداث ديت وضعت ضغط كبير جدا على السياسيين خد على سبيل المثال قبل الانتخابات الأوروبية الأخيرة لحد قبل الانتخابات ديت بشهر تحديدا أو بشهرين كانت فيه سياسة من المفاوضات الأوروبية عايزة تفرضها على كل المزارعين والسياسة ديت بناء على أن كل التكتلات البرلمانية داخل البرلمان الأوروبي لها رأي وهو فرض قيود لحماية البيئة والمناخ والتضييق على المزارعين فجأة قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة فجئنا برئيس المفاوضات الأوروبية ومتحدثين من المفاوضات الأوروبية الزراعية بدأوا يسحبوا كل الإجراءات اللي هي ضد الفلاحين عشان حماية البيئة بدأوا يسحبوا القيود ديت واحد وراء الثاني ليه؟ لأنهم شعروا بخوف كبير جدا أن الفلاحين واللي عددهم كبير جدا داخل كل أوروبا وخاصة هولندا بدأوا يميلوا أكثر إلى اليمين وده اللي بيحصل حاليا على الرغم أن التحالف الأكبر داخل البرلمان الأوروبي اللي هو الـ AFP ده عنده 180 مقعد وده المفروض أنه هو يعني يساري مش يميني على الرغم من ذلك بيقولك أن فيه فرصة كبيرة أن التحالف ده بدأ يغير رأيه ويريد أيضا تغيير قوانين المفاوضية الأوروبية للتجديد على اللاجئين والمهاجرين من ناحية ولأرضاء دول زي ألمانيا وهولندا واللي بيأكد على الكلام ده عضو من حزب الـ N-S-A حزب بيتر أمزيخت اللي موجود في التكتل ده بيقول أنه هناك فرصة للعمل مع دول متشابهة التفكير لإجبار المفاوضية الأوروبية على رؤية أهمية معالجة قضية الهجرة بجدية النقطة التانية هنا والأهم المفاوضية الأوروبية بتعين موظفين بيسمى المفاوض من قبل المفاوضية الأوروبية لمراقبة شأن ما على سبيل المثال أمور المناخ داخل الاتحاد الأوروبي بيراقبها مفاوض أوروبي أمور الهجرة واللجوء من اللي بيراقبها؟ سيدة تسمى إلفا يوهانسن من السويد وهي سياسية يسارية اجتماعية دموقراطية يعني المفروض أن هي بتدعم سياسة الباب المفتوح في استقبال اللاجئين دي هتمشي ومن المتوقع بحسب التقارير اللي نشرتها RTL News الهولندية إن اللي هيخلفها في المنصب ده هيكون أكثر انتقاداً للهجرة بسبب توجهات الدول الأعضاء نحو سياسات أكثر سرامة بالبلد كده المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي عايزين أن هم يحفظوا على الأغلبية اليسارية والمسيحية داخل البرلمان الأوروبي بأن هم يميلوا أكثر لي التشد على المهاجرين واللاجئين عشان لا يخسروا الانتخابات القادمة الانتخابات القادمة في 2029 إذا رجعنا الورق خمس ست سنين كانت الأحزاب اليمينية لم تكن بهذه الشعبية فجأة دلوقتي في انتخابات 2024 أصبحت في المركز الثاني وفي بعض الدول في المركز الأول تخيل لو استمرت التكتلات اليسارية صاحبة الأغلبية في البرلمان الأوروبي على عنادها واستقبال اللاجئين بسياسة الباب المفتوح أكيد بنسبة 100% الانتخابات الأوروبية القادمة في 2029 الأحزاب اليمينية هتكتسح داخل جميع الدول الأوروبية الناس اللي بتنسى تعمل لايك يعني وانت بتتفرج كده انزل اغبط زرار اللايك اعمل شير لكل أصحابك على مجموعات الواتس عشان نصل لأكبر عدد من المتابعين واكتب لنا رأيك في الفيديو أو لو عندك سؤال اكتب تعليق كل ما بيزيد التفاعل تحت الفيديو كل ما ده بيساعد على نشر الفيديو ولو عجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه تقدر تشوف تحت الفيديو ده وتحت كل الفيديوهات زرار اسمه شكراً أو سوبر ثانكس تقدر تضغط عليه وتدعمنا بالمبلغ اللي انت عايزه وانتظرونا في الفيديوهات تانية جاية سلام عليكم